موسيقى الخامسة صباحا بتوقيت القهرة أهلا بكم مع مجازي الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني ديمترو ليبانس في تركيا الإسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرة كان مسؤول تركي قد قال إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص وإن المسؤولة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم من جانبها أشارت مفوضة حقوق الإنسان الروسية إن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا بحسب قولها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلين عن نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا وفي كلمتها أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكدت فوندرلين أن أوروبا مستمرة في دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا يأتي هذا فيما قامت المفوضية الأوروبية بصرف الدفعة الأولى من حزمة المساعدات التي تعهدت بصرفها لأوكرانيا تبدل المستشار الألماني أولف شولتس وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بشأن الوضع في أوكرانيا هذا واتفق الزعمان على أن الدعم الممنوح لكييف يجب أن يكون فعالا ومستداما ومنصقا بشكل وثيق أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتشين حملته للانتخابات الرئاسية 2024 نهاية الشهر الجاري من ولاية ساوث كارولينا وسينضم لترامب خلال الفعليات اثنان من أنصاره البارزين في ولاية ساوث كارولينا وهما السيناتر الجمهوري لينسي جرام وحاكم الولاية هنري ماكماستر تتسع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريد وسائق القطارات مزيدا من الإضرابات ومن المقرر أن يتخذ المسعفون وعمال الإسعاف قرارا هذا الأسبوع بشأن المزيد من الإضرابات مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من تداعيات إغلاقات كورونا وأزمة التوظيف انتهى المجز لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإغبارية على تردد 11 747 Vertical كما يمكن تحميل تطبيق القاهرة الإغبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR Code الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر